نوال يعني قمة الرياض شهدت مشاركة عربية وإسلامية عالية المستوى بداية كيف تابعت ما خلصت إليه وهل يمكن أن نعتبر أن هذه القمة خرجت من دائرة الشجب والاستنكار ومجرد توجيه الدعوات نعم تحية طيبة لحضرتك لكل المشاهدي الكرام بالحقيقة يحسب لهذه القمة كما تفضلتي وأشرته هو المشاركة الواسعة لأهم الدول صانعة القرار وبالتحديد الدول الإقليمية التي تشارك برسم المعالم السياسية والخارطة الجيوسياسية للمنطقة بشكل عام فبالتالي هذه القمة قد تكلل مخرجاتها بالنجاح وفق المشاريع التي تم طرحها كذلك وتم التركيز عليها هناك بعدين البعد الإنساني كان واضح الاتفاق من جميع الدول المشاركة في القمة كان هناك اتفاق على إدانة واسعة وشاملة لكل الأعمال الإجرامية التي قام بها الكيان الصهيوني وبالتالي الوصول إلى قرارات قد ترفع إلى مجلس الأمن ومن خلال هذه الإدانة طبعا يتم أيضا الضغط بإيقاف إطلاق النار وهذا ما تسعى إليه القمة القمة انطلقت في وقت مميز يختلف نوعا ما عن القمة السابقة التي أجريت في القاهرة وأسميت أنا ذاك بقمة السلام بالحقيقة لا تزال الأعمال الإجرامية مستمرة بالنسبة للاستهدافات المستمرة من قبل إسرائيل نحو الأبرياء والعزل والتهجير القصري فبالتالي التوقيت قد يلعب دورا مميزا هنا في إنجاح هذه القمة ومخرجاتها بالنظر إلى الضغط الذي نلاحظه ونتابعه من قبل الجماهير في مختلف أنحاء العالم وبالتالي أجبرت هذه الجماهير الثائرة وضغطت على حكوماتها على سيرة الضغط على الحكومات سيدة نوال وتبدل المواقف السياسية كما تفضلتي وذكرتي نقرأ معك أكثر في الموقف الفرنسي الرئيس الفرنسي قال إنه يجب على إسرائيل التوقف عن قتل الأطفال والنساء في غزة وهذا بالطبع لكل من يتابع تطورات والمواقف الدولية هذا يحسب تطورا في الموقف الفرنسي كيف يمكن تفسير هذا التطور برأيك وهل هو كاف لإحداث ضغط على الاحتلال في سبيل وقف العدوان بالتأكيد هو الرأي العام الدولي سيدتي الفاضلة هو يواجه تحول أولا لأنه الحرب أخذت مداها وقامت إسرائيل بأبشع الاستهدافات بالنسبة لسقوط العديد من الضحايا الأبرياء والعزل فبالتالي إلى متى تبقى تستمر هذه الحرب ودون تكافؤ في الجبهات فبالتالي الضغط الجماهيري الذي مارسته كل الدول يعني الشعوب الثائرة باتجاه اتخاذ موقف حازم وكما تفضلتي من قبل الجانب الفرنسي لربما الجانب الفرنسي هو الأكثر بروزا خلال هذه الفترة بالتأكيد طبعا هذا يعزى إلى توزيع الأدوار الذي تتخذه دول الاتحاد الأوروبي لكن النقطة الأخرى التي يجب الانتباه إليها هو التحول في الخطاب الأمريكي وهذا التحول بدأنا نلاحظه خلال هذا الأسبوع الأخير فبالتالي هذا التحول قد ينتج خارطة سياسية مميزة تجبر الكيان الصهيوني على إيقاف إطلاق النار وإن كان طبعا ليس بالكامل حتى نكون صادقين وواضحين من خلال القراءات التي تمت اليوم لا نتوقع إيقاف كامل لإطلاق النار لكن نتوقع أنه الدول الإسلامية وكذلك الدول الحليفة وليس فقط الدول الصديقة وما نعنيه هنا دور المملكة العربية السعودية ودول المنطقة التي تمتلك تحالفات مميزة مع الجانب الأمريكي وهذا ما قد يسبب ضغطا مباشرا أيضا على الحكومة الأمريكية للتوقف عن دعم هذه الحرب وكذلك هذا كان أحد المشاريع المطروحة من ضمن عدة نقاط هو إيقاف تزويد إسرائيل بالأسلحة لاستمرار هذه الحرب فبالتالي أتوقع أنه سنلاحظ نوعا من الإبطاء في مسيرة الحرب لربما ترتفع مستوى الهدنة من أربع ساعات إلى يوم كامل إلى ما شكل ذلك احتماليات عديدة نستغل وجودك معنا سيدة نوال لنسأل أيضا ولندخل قليلا في الشأن العراقي المرتبط بما يجري في غزة نقرأ معك أكثر تطورات المشهد في المنطقة على ضوء تصاعد العمليات ضد القواعد الأمريكية في العراق وسوريا وأيضا كيف تتابعون جهود رئيس الوزراء لمحاولة وقف هذا التصاعد يعني برأيي أنه مخرجات قمة اليوم لا يمكن أن نعول عليها بانتهاء هذا الموقف بالنسبة للموقف العراقي أو للجانب العراقي وتعرفين حضرتك ويعرف المشاهد الكريم هناك أكثر من جهة تتخذ القرار في هذا الجانب وبالتالي هناك تأثير واضح جماهيري وتأثير أيضا عابر للحدود ولنكون أكثر دقة ووضوحا وتحديدا من قبل الجانب الإيراني تابعنا اليوم كلمة السيد رئيسي فالكلمة طبعا بالإضافة إلى كلمة السيد بشار الأسد لاحظنا أنه تم ذكر حماس بالمسمى الصريح وكذلك تم دعم وشكر المقاومة بالتالي الجبهة العراقية هي جزء من محور المقاومة فهل يمكن أنه نتأمل انتهاء لهذه الهجمات؟ أنا برأيي وحسب المعطيات والمؤشرات المحلية والإقليمية سوف لن نلمس في هذه الأيام تواطئ أو على الأقل تقليل في حجم الاستهدافات لربما الأسبوع الأخير أو هذا الأسبوع سنلاحظ زيادة طبعا هذه الزيادة بالهجمات مرتبطة بعدة أمور منها الضغط على الجانب الأميركي ومنها أيضا محاولة الوصول إلى هدنة كذلك هناك ملفات ومحاور محلية لا بد أنه نشير إلى أن هذه القوات قد تستثمر في هذا الموضوع وتستثمر في محور غزة ومحور المقاومة للحصول على مكاسب سياسية والحصول أيضا على مكاسب على مستوى محور المقاومة إذن هي رسائل داخلية وخارجية شكرا جزيلا لك وعذرا لانتهاء وقت المقابلة السيدة نوال الموسوي مستشارة مركز المورد للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من بغداد شكرا ترجمة نانسي قنقر